الحمامة المنزلية Domestic Pigeon يتميز الشكل الخارجي للحمامة المنزلية بوجود ريش على الجسم بالكامل فيما عدى المنقار والقدم ويمكن تقسيم الجسم إلى أربع مناطق هي رأس عنق جذع ذيل أولاً الرأس Head صغيرة ولها منقار قرني هورني بيك مدبب وتوجد عند قاعدتها منطقة جلدية عارية منتفخة تسمى القير سير والذي يحمل فتحتين الأنف الخارجيتين External Naries وعلى كل جانب من جوانب الرأس توجد عين يحميها جفن علوي وجفن سفلي وغشاء رامش شفاف Nectitating Membrane كما يوجد خلف العين مباشرة منخفض صغير دائري هو فتحة الأذن الخارجية External Auditory Organ ثانياً العنق Nick وهو طويل ومر وينحني على شكل حرف S وهذا يمكن الطائر من أن يحرك رأسه بزاوية أكبر ثالثاً الجذع ترانك ينقسم الجذع إلى منطقة صدر ثوراكس كبيرة ومنطقة بطن أبدومن صغيرة الصدر مقوّن بقص ستيرنام كبير ومزود بمنطقة زورق القص كرانيا ستيرني عند منتصف سطحه البطني يحمل الجذع زوجين من الأطراف زوج الأطراف الأمامية Force Lamps متحور إلى أجنحة Wings للطيران وزوج الأطراف الخلفية Hind Lamps أو الأقدام تعين الجسم على المشي ثنائي الأقدام Pyped Locomotion حيث إن الجزء العلوي من الأرجل الخلفية مغطاً بريش Feather بينما الجزء الصفلي مزود بقشور قرنية Horny Scales كل قدم لها أربعة أصابع تنتهي بمخلب قرني Horny Clow وعند نهاية السطح البطني لمنطقة الجذع توجد فتحة عريضة هي فتحة المذرق Clowica 4- الذيل Tail الذيل قصير ويحمل ريشاً طويلاً له شكل شبه دائري يوجد على السطح الظهري لمنطقة الذيل منطقة مرتفعة والتي تفتح في الغدة الزيتية والتي تفرز مادة زيتية ترجمة نانسي قنقر